اليوم لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قراراتها بخصوص الجولة الثانية القرارات هذه طلعت بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة وهذا الحقيقة شيء يسجل للجنة الانضباط والرئيسها بندر الحميداني والأخوان في اتحاد كرة القدم يعني كان بحث صوتنا احنا خلال المواسمة الماضية يا جماعة لجنة الانضباط سلحفا لجنة الانضباط بطيئة في اتخاذ قراراتها كان يردون عليه يقول لك لا هذه لجنة قانونية ولها اجراءاتها ولها اسسها اللي لا بد تتم عليها وما هي بقراراتها يجب ان تكون سريعة هي لسه ترسل الاندي طب ما هو بندر الحميداني واللجنة الان هي تشتغل وابندر الحميداني مش مش محامي اي كلام يعني بعد اسم قانوني ثقيل كيف يطلع تسع قرارات بعد ثمانية واربعين ساعة من انتهاء الجولة واحدة بالثنتين يا انه بندر الحميداني يسلك وهذا مش صحيح يا ان اللي جان اللي قبل كانت تمشي يعني تأجرسوا الحفا تعارف النظام ايش راجعنا بكرة يوم السبت الجمعة والسبت يجازة يوم الاحد يجي عقب صاطب ظهر ويتقهوة ويمكن يطلبون الفول وبعدين يبتد يرسل الانديا وعطي صورة كاريكاتيرية للموضوع لان من يلاقي مبرر يعني وعلى ما تيجي يرد عليك النادي ان ما رد عليك بكرة يرد عليك عقب بكرة والعجلة من الشيطان تعرف وتأني السلامة يا اخوية دوري هذا لازم يتتخذ القرارات بشكل سريع تسع قرارات طالع اليوم اسمع القرارات تسع قرارات ومجموع مخالفاتها 145 ألف ريال عشر تلاف على الاهلي عشان تأخروا ما عطوا القائمة حقية العشرين اللاعب في المبرارة الماضية عشر تلاف ريال على الحزم نفس الشيء رمج مهور الباطن علبة موية وحدة على مقاعد البودلاء عشر تلاف ريال لعبة الهلال في مقاعد الاحتياط ما جلسوا بالتباعد اجتماعي 25 ألف ريال فهدبناه في الرئيس الهلال نزل بعد مباراة من المنصة إلى غرفة التبديل عبر أرضيث الملعب عشرين ألف ريال ستة لاعبين من نادي التعاون اخذوا اندرات اثناء المباراة عشر تلاف ريال فواز القرني ما راح يسوي مقابلة في الفلاش انتريفيو لعب الشباب عشرين ألف ريال يقالوا لعب الشباب ما راح للمقابلة عشرين ألف ريال محمد الفيد لعب التعاون نزل من غرفة الملابس ودخل غرفة الملابس بالرغم ان اسمه مش موجود في المباراة عشرين ألف ريال ما في مزح ترجمة نانسي قنقر